وصايا الحب أقمار لها في القلب آثار تنير القلب مرشدة وتلحقنا بمن سار فأحكام وموعظة وتبيان وأسرار وأخلاق مشرفة وآداب وأسمار وصايا قال قائلها هلموا فانتف العار هلموا للهدى تهدوا فهدي الحب مدرار الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان فهدى به الخلق من الكفر والفسوق والعصيان خلق الإنسان وعلمه البيان وأرسل خير أنبيائه وأفضل رسله بالبينات والهدى والبرهان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن وأشهد أن محمد عبده ورسوله سيد الخلق وأشرف ولد عدنان المبعوث ورحمة للثقلين بشريعة الإيمان والفرقان الذي بلغ دينه وأوصى أمته بشرائع الإيمان ورضي الله عن صحابته الكرام سروج الهدى ومصابيح الدجا أولي البر والتقى والرضوان وعلى التابعين ومن تبعهم على الهدى والإحسان في الصحيحين ولفظه لمسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض فإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فيها ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر روي هذا الحديث هو الإمام المقرئ أبو حمد عقبة بن عامر ابن عبس كان عالما مقرئا فصيحا فقيها فرضيا شاعرا كبير الشأن كان من أحسن الناس صوتا بالقرآن فقال له عمر اعرض عليه فقرأ فبكى عمر وكان عقبة رضي الله تعالى عنه من الرمات المذكورين ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب أبو بكر الناس إلى الشام خرج عقبة بن عامر فشهد فتوح الشام ومصر وشهد مع معاوية صفين ثم تحول إلى مصر فنزلها وابتنى بها دارا وتوفي بها في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر مات رضي الله تعالى عنه سنة ثمان هذا الحديث خرجه كذلك الإمام أحمد ولفظه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طالع المنبر فقال إني فرطكم وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه ولست أخشى عليكم الكفر ولكن الدنيا أن تنافسوها وخرج الإمام أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي قال ذلك ثلاث مرات ولا نبي بعدي أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنت النار وحاملة العرش وتجوز لي ربي وعوفيت وعوفيت أمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرم حرامه قال عقبة بن عامر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد الآن نبدأ في الوصية غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال وكان قتل سبعين رجلا من خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليه ودفنوا في سفح جبل أحد والمراد من صلاته عليهم أمران إما الدعاء لهم لأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء وهو مذهب الجمهور ورجحه النووي وابن القيم والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله وإما أن يكون المقصود بالصلاة صلاة الجنازة ويكون هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشهداء أحن فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع أحد من الشهداء بل كانت سنته هو ترك الصلاة على الشهيد والله تعالى أعلم وكانت هذه الصلاة بعد ثمان سنين أي في السنة العاشرة من الهجرة وهي سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر نفسه رضي الله تعالى عنه لأن غزوة أحد كانت في السنة الثالثة فقال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ثم صعد المنبر يعني بعدما صلى على شهداء أحد جاء صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات صعد خطيبا وموجها وموصيا ومودعا للأموات وهم شهداء أحد وللأحياء وهم من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع وصيته وكذلك من تبلغه هذه الوصية من أمثالنا لأن هذه الوصية هي ليست خاصة بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني ثارتكم على الحوض أي متقدم عليكم وسابقكم على الحوض يعني هذا يوم القيامة ثم يلحق به المؤمنون والثارت في اللغة من يتقدم الواردين الذين يريدون الماء فيهيئوا لهم الإرشاين الحبال والدلاء جمعدلهم ويعد لهم عدد الحياض ويسقي لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الناس كلهم يوم القيامة في كل شيء فهو أول من تنشق عنه الأرض وأول من تفتح له أبواب الجنة وهو أول من يشفع للناس وهو أول من يتقدم المؤمنين إلى الحوض وفي هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده وإكرامه لهذه الأمة وعظيم منزلته عند الله فهذه الحال شبيهة بسبق صاحب البيت وتقدمه الضيوف من أجل الطرحاب والإكرام واللهم صلي عليه في الأولين والآخرين واللهم صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين والحوض الوارد في هذا الحديث هو مما أكرم الله به ربنا ربنا جل وعلى نبيه وأمته وقد جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة ما يدل على ثبوت الحوض وأنه حق وقد ذكر بعض المحققين أنها تبلغ حد التواتر إذ رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة وثلاثون صحابيا منها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمر مرفوع حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أي جمع كوز وهو الكأس كنجوم السماء من يشرب منها فلا يضمأ أبدا رواه البخاري ومسلم والحوض هذا يكون في أرض المحشر ويمد ماءه من الكوثر وهو نهر آخر أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا خاص بالنبي قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر أي خصصناك بهذا العطاء الذي هو الكوثر والكوثر عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وأيلة بلدة في آخر بلاد الشام مما يلي البحر الأحمر وهي على الساحل والجحفة موضع بين مكة والمدينة تبعد عن مكة قرابة إلى مئة وتسعين كيلو تقريبا ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت الحمى قد نهكت أهلها فسأل الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة وكانت قديما هي ميقات أهل المغرب وهي بقرب رابغ الذي يهل منه الحجاج اليوم ثم قال عليه الصلاة والسلام وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بادي النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة عمومة وأصحابه خصوصا على التوحيد وصحة معتقد وهذا التوحيد شمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح فمن تقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى كانت قلوب الصحابة أطهر القلوب وأنقاها وأقواها حيث تعلقت بالله الواحد القهار خوفا ورجاءا وحبا وتعظيما وإنابة وتوكلا وتهرت ألسنتهم من كل قول يناقض التوحيد وأسلمت جوارحهم لله الواحد القهار فعباداتهم من صلاة وصوم وحج وذبح وذكر كلها لله فامتثلت صحابة رضوان الله عليهم أمره واستجابوا لدعوته وقدموا النفس والنفيس والغالية والرخيص من أجل خدمة هذا الدين بل كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وآبائهم وأبنائهم وأموالهم ولم يدخروا وسعا من أجل نصرة هذا الدين وخرجوا من ديارهم وأموالهم وأوذوا في سبيل الله كل هذا لم يصدهم عن دين الله فرضي الله تعالى عنهم وأرضاه وفي بداية الهجرة النبوية وهذا بعد غزوة أحد وبالضبط لما لقي هرقل ملك الروم أبا سفيان بالشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم راسل ملوك الأرض ومنهم هرقل يدعوهم إلى الإسلام فلما دخل عليه أبو سفيان سأله عدة سؤالات منها قول هرقل وسألتك أيرتد أحد صخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا يعني يقول لأبي سفيان وكذلك الإيمان يعني الآن كان هرقل يقول له وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب فالإيمان قد رسخ كان قد رسخ وثبت في قلوب الصحابة بفضل الله أولا ثم بحسن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطربيته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم فكل الحديثين يصب في مصب واحد وهو طمئنان النبي صلى الله عليه وسلم من جهة صحة توحيد أصحابه وفي المقابل الخوف عليهم خصوصا وعلى الأمة عمومة من هذه المزالق التي قد تكون سببا في الزيغ والانحراف فهذه الطربية النبوية التي لا مثل لها وهذا الإقدام العجيب للصحابة وهذا الاتباع الكامل والاستجابة الحقة جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن على قلوب الصحابة ودينهم واستقامتهم ولكن الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الانكباب على الدنيا والتعلق بها ولهذا قال ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فيها ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة رضي الله تعالى عنه فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر طيب ما خشيه النبي صلى الله عليه وسلم هو التنافس على الدنيا التنافس على الدنيا ليس هو طلب الرزق ليس هو العمل ليس هو الكسب وليس هو السعي على الأهل والأولاد فهذا والحمد لله أمر مباح لا غبار عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه رواه البخاري عن أبي هريرس رضي الله تعالى وعن إرفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يكتسبون هذا في تجارته وهذا في زراعته وهذا وهذا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال كما روى مسلم عن قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب أو يمسك ورجل أصابته جائحة فاجداحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا الفاقة فقد حلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْت يأكلها صاحبها سُحْتا فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على استحباب العمل والكسب والمنهي عنه هو التنافس التنافس المؤدي إلى الحرص على الدنيا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه هذا الحرص يؤدي إلى جملة من الشرور حيث يكون المرء غير مبال ولا مهتم بطريقة كسبه المال هل هو من حرام أو حلال وكذلك الحرص على الشرف المقصود منه الشهرة والرياء أو الحرص على طلب الرياسة والولايات والجاه ويزداد الأمر فحشا وفسادا وخطرا إذا طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية كالعلم والعمل الصالح والزهد لأن هذه الأمور إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلى والنعيم المقيم والقرب منه سبحانه وتعالى ولا يطلب بها شيء من الدنيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفساد الذي يأتي من الحرص على المال وحرص العبد على أن يحصل الشرف للدنيا قد يكون أعظم في فساد دين المرء وأكبر من إفساد الذئبين الجائعين في الغنم والتنافس على الدنيا يؤدي إلى الاحتقار والغيبة والنميمة والظلم ويؤدي إلى الربا وأكل أموال الناس بالباطل وإلى الكذب واليمين الغموس والغش والغضر والخيانة وبالجملة فالتنافس على الدنيا يؤدي إلى كل شر وبلية ولذا قال عليه الصلاة والسلام وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلَكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فالعبد إذا أشرب حب الدنيا وملكت قلبه بذل دينه وعقله ومرؤته من أجل نيل الدنيا وهانت عليه نفسه فيقبل كل تهم وطعم ويرضى بالدون من أجلها وقد يؤدي لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال وهذا كثير موجود بل هذا وقع حتى بين أهل الأرحام ألم يقتتل الناس على الميراث ألم يقتل بعض الأبناء أباءهم وإخوانهم ما السبب إنه التنافس على الدنيا إن التنافس الحق هو التنافس على فعل الخيرات وترك المنكرات التنافس على العلم والتنافس على حفظ القرآن التنافس على الصدقات وعيادة المرضى واتباع الجنائز والصف الأول والصيام وسائل الأعمال الصالحة هذا الذي ذكره ربنا جل وعلا فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وهذا هو الحسد المحمود الذي يمدح به العبد ولا يذم ويشكر ولا يكفر ويحب ولا يبغض لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجلين آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار تأمل وصف الدنيا في القرآن والسنة تجدها وصفت وصفت بأقبح الأوصف إنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فطراه مصفرا ثم يكون خطاما وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في الحديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم بن آدم مثلا وضرب مطعم بن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وبلحه فانظر ما يصر وأختم بهذا الحديث الذي رواه التلمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا إني سورة البينة وقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية السمحة الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلن يكفره وقرأ عليه لو أن الابن آدم واديا من مال لابتغى إليه ثانية ولو كان له ثانية لابتغى إليه ثالثة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا طراب ويتوب الله على من ته اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصايا الحب أقمار لها في القلب آثار تنير القلب مرشدة وتلحقنا بمن سار فأحكام وموعظة وتبيان وأسرار وأخلاق مشرفة وآداب وأسمار وصايا قال قائلها هلموا فانتف العار هلموا للهدى تهدوا فهدي الحب مدرار اشتركوا في القناة